كابتن عادل يمكن طبعاً إحنا زعلانين أن المكسب كان في إدينا بس برضو متفاعلين اللي جاي يعني في ناس كتير هتقولك المكسب برضو كان في إدينا وتلاتة بونت غير بونت إنما نتيجة ماتش النهاردة كسبت النقطة وخسرت نقطتين بس ممكن النقطة دي هي اللي توصلك لدور التمانية إن شاء الله أولاً أولاً خد بالك من حاجة مهمة إنك إنت لسه قدامك مباراة كتير في دور المجموعة إنت لعب اتنين من ست مباراة بقى لك اتناشر بونت بر لعب على اتناشر بونت النديل قدر يلعب عليه لو راح من نوم اتنين هتبقى حداشر بونت يبقى عندك مثلاً يبقى عندك حداشر بونت فأنا مش عايز يعني أفرض قوي في حتة إن دع مننا بناط ومش دع مننا لأ خلاص الموضوع انتهى خلينا محترفين ندي الأهل بقى له سنتين في الوقت ده من السنة بيحصل له كده بيجي من كاسعلم للأندية وبيجي من المباراة وبيبدأ وحش في دور المجموعة ثلاث سنين وبيبدأ يعني البداية مش اللي هي المكاسب 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 أو بلا ما يلم من نفسه من اللي بيحصل معاه من سفر ومن رجوع ومن حاجات كده كتير قابل ده اللي احنا عايزين نركز عليه أحسن حاجة للفرق الكبيرة إن هي ما تخسرش هي لازم تكسب ولكن لما ما تكسبش ما تخسرش ودي الإيجابية الوحيدة النهار إنك انت يعني رحت وتقدمت وفي أسباب هتكلم عليها في النية بعد شوية ولكن انت وصلت إنك انت تتعادل ووصلت إنك انت تكسب يعني عندك بغض النظر عن المستوى اللي احنا عايزين نتكلم عليه وهتكلم الأسباب إيه وهفرندهالك الأسباب ولكن أهم ما في الموضوع إنك حاولت واشتغلت واكتهت وهنقول ليه حصل معك كده أولاً أنت بتلعب فريق محترم بيعرف يلعب بره كويس وأنا قلتها لك قبل الستوديو كده ساند دونز من الفرق اللي بتعرف تلعب بره ملعبها لأنهم لعيبة كورة بيعرفوا يمسكوا الكورة وأي فرقة بيلعبوها عايزة تهجمهم فهم بيعرفوا يمسكوا الكورة كويس عندهم أخطاء آه في الحتة الدفاعية ولكن جندين في الحتة نص الملعب الرجوب حتى في الحتة الدفاعية مش بطلين ما أنت كنادي أهل أنت دفاع كويس دخل في الجنين وهو كساند دونز دخل في الجنين هو ضيع وأنت ضيع أنت فهمتني فأنا بقول أنه خلينا نبقى نهدى شوية أنا بتكلم على فريد نهدى شوية فش حاجة حصلت تتلعب بمطشط الدور وبعدين عندك عندي الدخلية وبعد كده عندي القطن إن شاء الله نحن مش خطوة خطوة وأنت محترف يمش خطوة خطوة مش الدخلية خلص الدخلية حضر للقطن تخلص القطن إن شاء الله تحضر لساند دونز أنت رايح 11 مقاتل تلعب هناك زي ما تعجلوا معك هنا أنت تقدر تكسبهم هناك وتقدر ترجع بالمكسب من هناك لو ما كسبتش ما تتغلبش برضو هترجع هنا تلعب الهلال أو هتلعب القطن تاني في القطن وبعدين تلعب الهلال هتأخذ تنشر بنت إن شاء الله الوصول تقدر تعملها ولكن خلينا بقى نرجع لما رجوعنا جوه الملعب أنا يمكن اتكلمت معك كبتن أيمن قبل الستوديو قلت لك الفرق الكبيرة لساند دونز لازم تلعب معها بطريقة معينة وفي عناصر تكسبك أي مباراة أنت النهاردة إيه العناصر اللي خسرتك المباراة أول حاجة أنت عمل للعمق الدفاعي فتح للملعب مع لعيبة كرة بيعرفوا يسلموا عندهم سرعات ولعيبة كرة كويسة ما ينفعش نفتح الملعب ونعمل للعمق الدفاع الكبير تاني عنصر خسرك الكوار السابتة رغم أنك جايب جون في الكوار السابتة بس أنا بتكلم على أني الكوار السابتة أنت تستغل الكوار السابتة بتاعتك حتى الكوار السابتة اللي عليك أنت كانت عليك خطر وفي الشروط الأولاني ليهم واحدة جون رسمي الحاجة التالتة عدم استغلال الفرص الأولانية تخيل أنا يمكن اتكلمت معاك قلتلك أني أول فرصة لو دخلت الثقة هتيجي يمكن بعض اللاعبين ما كانش عندهم الثقة من تضييع الفرص يعني أنت رحت وما استغلتش الفرصة الأولانية وما استغلتش الفرص الكتير اللي جات لك ممكن أنت ما تبقاش موفق كشكل جماعي ولكن تقدر تكسب واحد واثنين وثلاثة زي النهاردة انت كسبت ورجعت الحاجة الخامسة وديهم يعني المهمة يا كابتر لا والرابعة ودي المهمة عدم الواقعي مش وقعي لما بتكسب ومش وقعي لما بتخسر بمعنى الرتم بتاعك واحد أنا لما كسبت واحد سفر لما كنت متأخر واحد سفر هاجم علشان أجيب التعادل وعشان أجيب المكسب أنا هاجمت أجيب التعادل وهاجمت أجيب المكسب لازم يبقى فيه لعبة كبيرة في وسط الملعب هذه المشكلة المشكلة مع المدرب يعني أنا عايز أقول أني فيه لاعب كبير جوه الملعب أقف أقفل بغض النظر المدرب هيقول برضو لو المدرب ما قالش دي كان برضو نقدر نقول أنه هو عمل واحدة المفترض يبقى واقع فيها تكسب اتنين واحد تنزل حمد فتحي حمد فتحي ينزل يقفل مع التلاتة تقدر تخرج المباراة ونتكلم بعد المباراة العدم الوقعية اللي احنا بنتكلم عليها في المكسب وفي الخسارة دي لازم علشان المباراة القادمة أنك مش عايز أداء يعني فيه مباراة زي القتن برا أنا مش عايز أداء لما أنت خلاص دلوقت نتكلم على دلوقت هي سر أفريقيا كده هم المدربين الأوروبيين عندهم السر بتعلى اللعب بره وجوه واحد لأن سيستمهم واحد قرب المسافات ملعب واحدة ثقافة واحدة وفكر واحد بس فيه حاجة فيه حاجة عايز أقول لك يعني هو المدير الفني لما بيخش البطولة بيبقى درس كويس أب يعني درس الفريق درس البطولة وعارف أجواء البطولة وحتى المفروض يكون فيه مساعدة من المساعدين المصريين فأكيد عنده فكرة خليني لا يا كابتن لا يا جهة الأبواء يعني بنسبة أنا عارف بس خليني أقول لك يا كابتن الواقعية وقعية المدرب بيتيجي من حاجة بهم أنك أنت النهاردة أول ما شفت أول ما شفت أنت كسبت اتنين واحد وعندك صعوبة وعارف أن هم عندهم الحتة الهجومية ونص الملعب عالي أوي أنا لازم أعمل عملك ما عملكش العملك بقى في الوقت ده أو أكتر واحد في وسط الملعب أنت تكتر واحد في وسط الملعب اللي هو حمدي فاتح الحاجة الستة بقى اللي أنا عوز أولها فين حمدي فاتح يعني جميل أنك تقدم لعيبه اثنين وثلاثة لجن حمدي فاتحي فايق يعني أنا أخشى على حمدي يعني أنا أخشى على حمدي ثقة تتقل شوية ولو كان حمدي مصاب ومحطوطك احتياتي غلط غلط برضو أنا بقول لك لو مصاب مش هتحط احتياتي بس يبقى سليم فلما تحط جوه الفرق يبقى سليم حمدي حمدي المفترض أني من اللعيبة اللي نضغوا جدا السنة دي أفضل لعيب في آخر خمس ست مباريات الدوري مع كس العالم الأندي كان بيطلع ياخد يمكن إحنا هنا في الستوديو أدنا الحمدي فاتحي أكتر من ثلاث أربع مباريات أفضل لها في الملك لو فاكرين في الدول فأنا أتمنى أتمنى أنه أنه الحتة بتاعت اللعيبة اللي هو يا كبتن اللعيبة اللي زي حمدي اللي عندها روح حالي أوه هتحتاجها في المبارات اللي برا في أفريق هتحتاجها في الحتة تدفع أنك تحافظ على المكسف حمدي فاتحي دلوقت تطور من نفسه بقى مهاجم كمان لكن حمدي فاتحي أصلا بيدفع كويس من أهم الحاجات اللي النهاردة إيجابية لفرقة النادي الأهلي حاجة مهمة قوي واحد الحاجات الإيجابية اللي أنا شفتها النهاردة رقم واحد وده المهم إنك فريق كبير مهما كنت مش مقدي بس ما بتخسرش وكنت بتكسب وضيع من وضع منك بنالتي يعني أنت كان المفروض ضع منك بنالتي وكسبت اتنين واحد وكنت ممكن تكسب كورة الجن الجن اللي دخل فينا أنا شفتها معاكات نعرق اللي هارد دلوقتي الجن التاني إحنا أكتر من لعيبة سانداونس بسبعة حلو كل تمانية تمانية على تنين يعني هي الحتة دي أنا لما بكلمك على حمد فاتحي أنا مش بقولك إنك تعمل قتلة دفاعية لا أنا بقولك إنك إنت تعمل قتلة صلبة من في نص الملعب ما بتروحش عندي الهجوم بتاعي لكن هو أدرك يا مدرب شايف حمد فاتحي وصل لإيه هو أدرك ولكن ده كان وجهت نظري الشناوي النهاردة من أحسن لعيبة للفرقة من دي الأهلي يعني وقفك على رجلك في آخر خمس دقيق لعب لبرو لو شفت أكتر من كورة يعني دي من الحاجات الإيجابية النهاردة الحاجة التانية المهمة إنك إنت كان عندك فرص كتير جبتها وعملت فرص كتير بغض النظر عن أخطأهم كفرقة ولكن إن توصلت للجون إحنا تكلمنا على السلبيات وتكلمنا على الإيجابيات وعاوزين بقى نتكلم على آخر حاجة إحنا جمهورنا عظيم بدأ قابلنا بدأ قبل الجهاز وبدأ قبل بدأ قبل الجهاز وقبل النادي وقبل أي حد بدأ يقول إيه كله يجي وسقفه اللي عيبت النادي الأهلي ليه هم حاسين بحاجة مهمة أوي إحنا دور مجموعات أنا يعني إحنا كنتم تلات البطولات اللي فاتوا دخلنا في دور المجموعات ما كانش أداء عظيم عشان الظروف اللي بتحصل لنا فالجمهور واعي وفاهم فاللي يطلع بقى دلوقتي يقول لك النادي الأهلي حصلوا ومش النادي الأهلي حصلوا مفيش الكلام ده النادي الأهلي هنوصل لآخر هنوصل إن شاء الله هنوصل إن شاء الله بإذن الله بس النصر الهزيمة من عند الله ولكن إلا عليك إنك تكتهد وتموت نفسك كلاعب أنا بقول للعيبة طول الوقت وبنقول للمدرب هنساندك طول الوقت واشتغل واكتهد بس أتمنى منهم الواقعية في المباراة اللي برا يعني المباراة اللي برا عايزة حتة يعني حتة فيها فكر اللي هو ما تجذفش قوي وما تدفعش قوي بالذات مطش سان داونز يعني فرقة سان داونز مش عايزة تكلم عليها لما تيجي تلعبك مش تبقى زي هنا بس انتو بتتكلم كلام مش للعيبة للمدير الفني أكتر يعني انت بتنصح المدير الفني مش بتنصح لاني خلي بالك برضو المدير الفني هو اللي بيدير واللعيبة في الملعب بتنفذ صبع فممكن يكون دا كلام المدير الفني تمام يعني مسلا أنا كنت عايزة تكلم على راكلة الجزاء بغض نظر عن كان ممكن اي حد يخش ويضيح راكلة الجزاء أنا كنت متوقع كمشاهد أهلاوي إن إن عالي معلول هو اللي هيخش عالي معلول مش هيخش يعني متوقع واحد تاني غير هاني مقولك حتى لو عالي معلول كممكن يخش ويضيح عادي ما تكلمش على هاني خالص أنا بتكلم عن راكلة الجزاء دي دي أكيد مليون المئة تعليمات مدير فني لا ما هو مش ممكن هاني ياخد الكرة ويروح لا ما أنا عايز أقولك حاجة كاتر التيم وانتو كبتن ولعبتوا قابلينا وعارفين وأكتر مننا عارفين الموضوع ده أي مدرب بيعد تلات لعيبة بالترتيب في المحاضرة آه يقول له انت اللي هتشوت رقم واحد وانت رقم اتنين وانت رقم تلاتة لو رقم واحد اعتذر أو تعور أو خرج هيلعب رقم اتنين لو رقم اتنين مش هيلعب يلعب رقم تلاتة بس شوف أنا من وجهة نظري أحيانا في الحاجات اللي زي دي أنا بلعب اللي أعصابه أعلى شوية يعني بخلي اللي أعصابه أعلى كتير هو ميستر كولر عموان يعني قال على البينالتي في المؤتمر يعني تكلم عليها أن عالي قبل كده ضايع هو أفشى ضايع هاني كان مميز في رقمات ترجيح في التدريبات في الفترة التدريبات في الفترة التدريبات فهو فضل إن هاني هو اللي يخش هاني التالت يخش هي دي بقى المسيحة اللي أنا نفسي أنصحانه اللعب المصري غير اللعب الأوروبي يعني هو حط التلاتة دول هما اللي يشوتوا فأي أحد منهم يشوت سيبنا أقولك دي عشان دي مهمات فضل اللعب الأوروبي غير اللعب المصري دعي اللعب المصري بيعمل إيه الحتة إنه هو يبقى ممكن يعملها في التمرين كويس لكن أعصاب المباراة حاجة تانية خالص فأنا ممكن أختار واحد بيعرف يشوت أعصابه عالية أنا ما عرفش المباراة ماذا مدرد